سوف نتعرف في هذا الجزء على المنافذ Ports والمنفذ أو البورت عبارة عن منفذ توصيل في مؤخرة جهاز الحاسب الألي حيث يتم توصيل معدة خارجية مثل الطابع أو جهاز المودم مما يسمح بتدفق التعليمات والبيانات بين الكمبيوتر والمعدة وهناك العديد من المنافذ في جهاز الحاسب الألي وأول هذه المنافذ المنفذ المتوازي Parallel Port ويحتوي المنفذ المتوازي على 25 ثقب ويستخدم هذا المنفذ لتوصيل الطابعات أو محركات الأشرطة بالإضافة إلى معدات أخرى ويقوم الحاسب الآلي بتمييز كل منفذ متوازي بالحروف LPT حيث يسمى المنفذ المتوازي الأول LPT1 ويسمى المنفذ الثاني LPT2 وهكذا والمنفذ التسلسلي COM Port ويحتوي هذا المنفذ إما على 9 أو على 25 سن ويستخدم غالبا لتوصيل الفأرة والمودم ويقوم الحاسب بتمييز كل منفذ تسلسلي داخليا باستخدام الحروف COM حيث يأخذ المنفذ التسلسلي الأول الاسم COM1 والمنفذ الثاني COM2 وهكذا ومنفذ الناقل التسلسلي العام Universal Serial Bus الذي يأخذ الإختصار USB وهذا المنفذ عبارة عن نوع من المنافذ يسمح بتوصيل 127 معدة باستخدام منفذ واحد على سبيل المثال يمكننا توصيل الطابعة والمودم وعصاء الألعاب Joystick والماسح الضوئي Scanner باستخدام المنفذ USB وتحتوي معظم أجهزة الحاسبات الجديدة على منفذان USB منفذ الشاشة ويستخدم هذا المنفذ لتوصيل الشاشة بالحاسب منفذ لوحة المفاتيح ويستخدم هذا المنفذ لتوصيل لوحة المفاتيح Keyboard بالحاسب الآلي منفذ الألعاب ويستخدم هذا المنفذ لتوصيل عصاء الألعاب Joystick بالحاسب الآلي ترجمة نانسي قنقر